أهلا بكم على جيسر عربي قناة جسر عربي قناة العرب في إيطاليا وإليكم دقرير جديد مفصل بشأن آخر الأخبار اليوم هو الأربعاء التاسع من ديسمبل عام 2020 أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا تسجل 12756 حالة إصابة وذلك من خفاض عن أمس مقداره 2086 حالة وبالنسبة لحالات الكشف المسحية التي أجريت اليوم فهي تسجل 118,475 حالة كشف مسحي أو إي طمبوني وذلك بانخفاض عن أمس مقداره 30757 حالة كشف مسحي نسبة أعداد الإصابة إلى نسبة الكشف المسحي تسجل اليوم 10.77 من 100% وذلك يعني أنه لكل 9 حالات كشف مسحي توجد حالة واحدة إيجابية ولليوم الثالث على التوالي إقليم فينتو هو الأعلى في حالات الإصابة حيث يسجل اليوم 2427 حالة إصابة ويلي إقليم كامبانيا بعدد 1361 حالة إصابة ولاتسيو ب1297 حالة إصابة ولومبرديا يأتي في المركز الرابع ويسجل 1233 حالة إصابة وإيمينيا رومانيا ب1079 حالة إصابة وتفصيلا لهذه الأعداد فإن أعداد الإصابة في إيطاليا لليوم كما ذكرنا 12756 حالة جديدة وبذلك تكون حالات الإصابة الإجمالية منذ بداية الأزمة 1.770.149 حالة إصابة تشمل جميع حالات الإصابة الفعالية وحالات الوفاء وحالات الشفاء بينما حالات الوفاء اليوم تنخفض وتسجل 499 حالة وفاء وبذلك تكون حالات الوفاء في إيطاليا منذ بداية الأزمة 61.739 حالة وفاء أعداد الشفاء هي كبيرة جدا اليوم وتسجل 39.266 حالة شفاء على مدار 24 ساعة وبذلك تصعد أعداد الشفاء إلى 997.895 حالة شفاء وبالنسبة للعناية المركزة فهي تنخفض لحوالي 11 يوم على التوالي وتسجل اليوم 25 حالة انخفاض وبالذلك يصل أعداد الموجودين في العناية المركزة إلى 3320 حالة وحالات العادية التي توجد في الأجنحة العادية الإصابات التي لها أعراض ولكنها أعراض خفيفة تنخفض أيضا وتسجل 428 حالة انخفاض وبالذلك يكون جميع الموجودين في المستشفى 29.653 حالة وهذا يعني أن جميع الأعداد اليوم الجديدة هي في البيت ولا توجد ولا حالة واحدة في المستشفى سواء في الأجنحة العادية أو في العناية المركزة أعداد المصابين الفعليين في الوقت الحالي في إيطاليا هم 710.515 حالة منهم في المنازل 677.542 حالة وذلك لعدم خطورة الحالة والخبر الأبرز هو تحويل إقليم لومبردية من اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر ابتداء من يوم الأحد القادم الثالث عشر من ديسمبر وقد كتب أتيليو فونتانا حاكم الإقليم على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن إقليم لومبردية سوف يتحول إلى اللون الأصفر ابتداء من يوم الأحد القادم بناء على ما أخبره به وزير الصحة سبرانسا وأن المرسوم سوف يتم التوقيع عليه يوم الجمعة القادم الحالي عشر من ديسمبر ووكالة الأدوية الأوروبية سوف تقوم بالتصديق على لقاح شركتي فيزر وبيونتاك الألمانيتين يوم التاسع والعشرين من ديسمبر ليتم العمل به في أوروبا بينما لقاح شركة موديرنا الأمريكية ربما سينتظر إلى يوم 12 يناير ليتم التصديق عليه في أوروبا وفي المملكة المتحدة فقد بدأ أمس بالفعل التطعيم بلقاح فيزر وبيونتاك وجميع الحالات كانت على ما يرام في معدى حالتين لديهم حساسية مفرطة ولدلك فإن وكالة الأدوية البريطانية تحذر من لديهم تاريخ طبي في الأوروبا الحساسية المفرطة اللي يخضع لهذا التطعيم أو لهذا اللقاح وذلك بعد أن عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم اثنان من العاملين في دور رعاية المسنين وقد عانوا من رد فعل الحساسية في اليوم الأول للتطعيم بلقاح فيزر وبيونتاك أما الدول الفقيرة فربما لن يكون هناك تطعيم قريب في عام 2021 وذلك بسبب أن جميع الدول الأغنياء قد اشترد بالفعل لقاح شركتي فيزر وبيونتاك الألمانيتين وأيضا نقاح شركة موديرنا الأمريكية وقد تم بالفعل بيع 96% من اللقاحات ولم يتبقى إلا الفتات للدول الفقيرة وأخيرا إليكم أعداد الإصابات في الأقاليم دومبرديا 1233 حالة جديدة وبيمونت 906 حالة جديدة وكمبانيا 1361 حالة جديدة وبانيتو 2427 وإيميليا رومانيا 1079 ولاتسيو 1297 وتسكعنا 505 حالة جديدة وليجوريا 191 وبوليا 917 وماركة 229 حالة جديدة وأبروتسو 264 حالة جديدة وفريولي بناتسيا جوليا 633 حالة جديدة وأمبريا 89 ومقاطعة بولسانو التابع للحكم الذاتي 232 وصردنيا 253 ومقاطعة ترينتو التابع للحكم الذاتي 182 وكالابريا 139 وبالدوستا 17 حالة وبازريكاتا 34 حالة وأخيرا مونيستا 14 حالة جديدة وبذلك ينتهي التقرير الخاص بنا لليوم ونلقاكم بإذن الله في التقرير القادم شكرا لكم